على جنوب افريقيا وجوهانسبرج ومستشار احمد جلال ابراهيم رئيس بعثة نادي الزمالك في افريقيا وان شاء الله يكون وشو حلو بازنها مساءة مستشار مساء الخير كنت حازم ازاي حضرتك كنت حازم ازاي حاجة يا فندم اخوارك ايه وحمد الله على السلامة الحمد الله الله سلامة كنت حازم ربنا يخليك سبع ساعات برضو بس الدنيا يعني جنوب افريقيا الجو حلو دلوقتي امتهاء لهناك ده وساعة شوية لا والله ساعة والله ساعة شوية ساعة جدا اوه ومعكسين اصلوه طيب الامور الحمد لله تمام القوتيل كويس الدنيا كويسة كان في استقبال محترم من سانداونز اوه الحمد لله يعني انا بضمن حضرتك وبضمن كل الجماهيب طبعا على باس في اتنادي الزمالك الحمد لله طبعا كنت دي احنا تعرف دي احنا حضرت تغلق بجده يا رحلة كانت شقة ممكن تحضاكنا مطالة رايلة مباركا حوالي الساعة اخداشر بالليل اه تايرك تعطول على جوانسبرج ووصلنا فجر اليوم التاري الساعة السبعة الصبح ويتوجهنا على طول كان المهندساني موجود قابليها بيوم الامور كلاكت متحضرة ومستقرة فروحنا رحنا على القوتيل على طول قوتيل محترم جدا موجودين في كل البعثة بمجرد ما وصلنا تناولوا الافتار الصبح على الساعة 9 وارتحوا في القوتيل وان شاء الله حتى توجه للتبنيل بعد شوية يكون على الساعة ساعة نتحرك ان شاء الله على الملعب عشان التبنيل ان شاء الله الاولين في الجهر السبري إن شاء الله اللعبة يعني أحساسها إيه يا مسترات المستشار بعد مبارلة الزهاب ما كانتش بشكل كويس يعني طبعاً الأموم جيدة أكيد في نادي الزمال الكريم قولي اللعبة عايزة تكسب عايزة تتعالي تشايف الموتش إزاي لا أنا شايت إن هم طبعاً حاطين الموتش على عاطقهم إن هم عايزين يكسبوا النتيجة الأولية إن كانتش مرضية تماماً هم عايزين عوادوها هم بنفسوا على بطولة وعايزين يجيبوا بطولة لنادي الزمال الكريم الحمد لله ربنا يعني آآ جايف بنا إحنا الزمالك لعيبة محترمة عايزة تحقق بطولة بعد ما الدور كان آآ راح منها لكن عايزة تحقق بطولة آآ 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 أفريخيا ومسر عليها الجهاز الثاني مركز جداً الحمد لله ما على لعيبة المشاطر مصدر مصدر أول موصلنا عاطوزه عن الزرق السلطة بي واتطمن على أحوال الفريق كله وإدت تعليماته توصلها للعيبة يركزوا في الماتش يهتموا بالماتش اللي دي بطولة الوحدة إن شاء الله يبقى ومحل سرقة مصدر 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 ومصدر وجمعين نادي الزمالك إن شاء الله نتمنى التوفيق بإزدلل لنادي الزمالك النادي الكبير العريق وبطولة مهمة جداً وأأمال كثير عليك وعلى اللعبين بشوك وصدر مصدر رحمة جداً أبريم طبعاً نايب رئيس النادي الزمالك ورئيس البعثة المتجهة إلى جوهانسبرغ